استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بمكتبه في وزارة الدفاع اليوم كلا على حدة سعادة سفير جمهورية كرواتيا أسير موهاريمي وسعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد توتنجي المعتمدين لدى البلاد جرى خلال هذه اللقاء تبادل وجهة النظر تجاه العديد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المتبادل وبحث سبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإغلمية والدورية ترجمة نانسي قنقر